تنتظر الجماهير العاشقة لمنافسات سباقات سيارات الفورملا واحد منشاهدة منافسة كبيرة على لقب السائقين والفرق هذا الموسم وتحديدا بين مرسلس بطل العالم في الموسمين الماضيين وفرق فرار السعي لاستعادة بريقة تسعى بطولة العالم لسباقات سيارات الفورملا واحد في نسختها الجديدة لعام 2016 إلى استعادة بريق هذه الرياضة من خلال أطول موسم في تاريخها فبعد عامين من الهيمنة الشبهة التامة لفريق مرسيدس على سباقات البطولة تتجه الأنظار هذا العام نحو فريق فراري الذي يمثل الأمل الأكبر في إيجاد منافس قوي لمرسيدس حيث يأمل المشجعون والرعاة في أن يقدم فراري تحديا أقوى وأكثر صعوبة لفريق مرسيدس في هذه المسابقة ولم تلقى هيمنة مرسيدس على فعاليات الموسم الماضي رواجا أو إعجابا لدى البريطاني بيرني إكريستون رئيس الرابط المنظمة للبطولة مما دفعه للتصريح بأن سباقات الفورملا أصبح من الممكن التكهن بنتيجتها مسبقا وصفا هذا بأنه أسوأ شيء للعبة ورغم هذا لا يرجح أن تبدو البطولة أكثر من صراع بين مرسيدس وفراري الذين يمدان فيما بينهما ثمانية فرق بالمحركات من بين أحد عشر فريقا يشاركوا في البطولة ومع وجود الألماني سباستيان فيتيل والفنلندي كيميراي كونان ضمن صفوفه يبدو فراري هو الفريق الوحيد القادر على منع مرسيدس من التتويج بلقب آخر عن طريق سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاملتون والألماني نيكو روزبرغ هذا وتقرر تمديد جدول البطولة في الموسم الحالي لتشمل واحدا وعشرين سباقا ولكن الانطباعات التي تركتها فترات الاختبارات التي سبقت الموسم أوضحت أنه قد يكون من صعب الحفاظ على معدلات الإثارة على مدار الموسم ونبقى مع أخبار الفورميلة حيث استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر وفدا من نادي مارشز حلبة باكو الدولية للفورميلة واحد بأذر بيجان برئاسة السيد سينغس مهديف حيث رحب الأمين العام بوافد نادي مارشز حلبة مدينة باكو الدولية الذي يزور مملكة البحرين للمشاركة في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران خليج للفورميلة واحد مشيدا بالتعاون المثمر الذي يربط بين حلبة مدينة باكو الدولية بحلبة البحرين الدولية أشهد الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر بالجهود التي يقوم بها موظفون لجنة لتطبيق أعلى مستويات الجودة وتفعيل استراتيجية اللجنة الأولمبية التي تتماشى مع السياسة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورؤية البحرين 2030 والميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية جاء ذلك خلال اجتماع إنجاز الرابع الذي أقيم أمسأ بفندق كراون بلازا بحضور جميع المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين في اللجنة الأولمبية حول فريق البحرين حسم لقب بطولة دور كرة الطاولة للرجال لفئة العموم إلى مباراة فاصلة وذلك بعدما حقق الفوز على فريق سار بثلاثة مباراة دون مقابل في المباراة التي أقيمت بصالة الاتحاد البحرين لكرة الطاولة برعاية الشيخ حياء بن عبد العزيز الخليفة رئيس الاتحاد البحرين لكرة الطاولة حيث قام سار قد حسم القسم الأول لصالحه يتأجل بذلك تحديد هوية بطل المسابقة للأسبوع القادم عندما يلتقي الفريقان مجددا في السابع من إبريل المقبل تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المركز الرابع في المجموعة الثامنة بعد المنتخب الفلبيني عندما خسر منتخبنا أمام منتخب أسباكستان بهدف دون مقابل وذلك ضمن تصفيات الأسوية المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا ونهائية كأس العالم ليؤكد المنتخب الأسباكي صادرته للمجموعة ويضمن تأهله إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال ونهائية كأس أسيا ترجمة نانسي قنقر